سأنقل لكم صورة بشعة وقذرة جدا هذا هو الجزء الرابع من موسوعة محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق لأحمد عبد الله أبي زيد العاملي الطبعة دار العارف للمطبوعات بيروت لبنان هذا هو الجزء الرابع صفحة 267 سأختصر الكلام كان في نية أن أقرأ النصوص كاملة لكنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب سأختصر الكلام صفحة 267 وما بعدها والحادثة فيها شهود رجال الأمن الذين كانوا يحاصرون بيت محمد باقر الصدر حينما يسمعون صوت الأطفال لما يقتربون من باب الدار الباب مقفل ولا يجوز لهم أن يخرجوا من الدار إقامة جبرية فحينما يشعرون باقتراب الأطفال أو باقتراب بعض النساء لكي يأخذنا الأطفال يرفعون أصواتهم محمد باقر الصدر للإعدام للاعتقال سيأخذونه فكانت أخته أخت محمد باقر الصدر آمنة التي تعرف ببنت الهدى كانت تصر على محمد باقر الصدر أن يتصل بالخوئي وأن يطلب من الخوئي إذا ما اعتقل محمد باقر الصدر أن يتكفل الخوئي بحماية عائلته من شر هؤلاء محمد باقر الصدر يعرف الخوئي فكان يحاول تأجيل الموضوع ولكن مثل ما جاء في صفحة ميتين وسبعين لما جاءوا لاعتقاله الأخير وطلب منهم أن يودع عائلته قبل أن يخرج معهم بنت الهدى آمنة أخته كررت عليه الكلام وقالت له اتصل بالخوئي بالسيد الخوئي وأوصهي بنا فعلا محمد باقر الصدر رفع التليفون التليفون كان شغالا لماذا يريدون أن يعرفوا من يتصل بمحمد باقر الصدر أو من يتصل هو به فاتصل بالخوئي محمد باقر الصدر فاتصل بالسيد الخوئي وأخبره بأنه اعتقل وطلب منه حماية عائلته لأن رجال الأم يتوعدونهم بالاعتداء عليهم بين حين وآخر فماذا أجاب الخوئي أجابه بكلمة وأقفل التليفون في وجهه قال لم أتدخل في السابق ولن أتدخل في قادم الأيام وأغلق التليفون في وجه محمد باقر الصدر أنا أسألكم بالله وأسألكم بمقدساتكم نحن في العراق في مناطقنا الجنوبية لو محمد باقر الصدر رفع التليفون على أكثر واحد صقاط أكثر واحد سرسري أكثر واحد سافل في الوسط العشائري هل يجيبه بهذا الجواب وأنا أسألكم أنتم يا أيها الخوئيون يا من تقدسون الخوئ وأسأل الشيعة عموما هذا اللي يتعامل مع محمد باقر الصدر بهذه الطريقة ومحمد باقر الصدر معدود من تلامذته أيضا يتعامل بهذه الطريقة وفي مثل هذه الأجواء الحساسة هل يعبأوا بأولادكم حينما قلت لكم من أن الخوئي حينما أعطى الضوء الأخضر للبعثيين إن كان ذلك برغبة وتخطيط أو كان ذلك بسبب التقرب إليهم لجبنه ولخوره لأنه جبان خوار رعديد خواف حينما أعطى الضوء الأخضر بإعدام محمد باقر الصدر لقد أعطى الضوء الأخضر بإعدام أولادكم بإعدام شباب العراق بإعدام شيعة العراق الذين أعدموا بالضوء الأخضر من المرجعية من أقول لكم هذه المرجعية هي اللي يمطيح حظنا فالسابق والآن ما هو السيستاني فعلى نفس الأمر الإرهابيون يذبحون شباب الشيعة والسيستاني يمنع الشيعة من أن يدافعوا عن أنفسهم ويقول لو دمروا نصف مدننا الشيعية وقتلوا نصف أولاد الشيعة نحن لا نرد عليهم لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ ما هي الحكاية؟ هي الحكاية أولادكم الذين أعدموا زمان المرجعية الخوئية أعدموا بالضوء الأخضر مثلما وصف الانتفاضة بالغوغائية ومثلما وصف المنتفضين بأنهم لا دين عندهم لا دين لهم فأعدموا وصنعت المقابر الجماعية الأمر هو هو في زمن الإرهاب السيستاني حينما كان يمنعكم من أن تدافعوا عن أنفسكم الحكاية هي هي والجذر هو هو من نقول لكم ذول طايحين حاض وامطايحين حاضكم هذه الحقائق هذه الحقائق في واقع هذه المرجعية الساقطة السافلة هذا هو الواقع هذا التفكير الذي أفكره صحيح أو ليس صحيحا وأنا أمتلك من المعلومات الهائلة من هذا القبيل وبالوثائق وبالحقائق وبالدقائق هذا هذا موقف الخوع مع محمد باقر الصدر يطلب منه حماية عائلته ما طلب منه أن يتدخل في أمر سياسي قال له الأمن اعتقلوني وهم يهددون عائلتي فأنا أطلب منك حمايتهم أن ترفع التليفون وأن تتحدث مع مدير الأمن الذي أعطيته الضوء الأخضر لإعداني ما أنت على علاقة وثيقة يا أيها الخوء بمدير الأمن أو هو مسويها خر مر على بيتك ولطالما تُعقد الولائم له وللمسؤولين في منظمة الحزب وللمحافظ ولسائر البعثيين الكبار في النجف تُعقد الولائم لهم في بيت الخوء وفي بيوت أولاده وتجلب لهم المشروبات و و و فهكذا كان جواب الخوء لم أتدخل في السابق ولن أتدخل الآن عرفتم الآن لماذا يقول طالب الرفاعي من أن الخوء كان محظيا عند صدام ومن أن أولاده أولاد الخوء لهم حظوة عند صدام وعرفتم الآن لماذا أقول من أن صدام كان داعما للمرجعية للمرجعية الخوءية وكان داعما للمرجعية السيستانية عداء صدام للمحمد باقر الصدر القتل القتل الأول بضوء أخضر من الخوء والقتل الثاني بضوء أخضر من السيستاني لأنه لم يكن هناك في النجف شخص أشهد عداء من السيستاني لمحمد الصدر وهذا الأمر الجميع يعرفونه لأنه لم يكن قبل قرون الذين عاشوا تلك الأحداث لا زالوا على قيد الحياة الحكاية هي الحكاية والناس هم الناس والأيام هي الأيام والمرجعية الخرئة هي هي منذ أيام الطوسي سنة أربعمية واثمانية وأربعين حين أسس حوزته المشؤومة في النجف وإلى يومنا هذا نذهب إلى فاصل